اقتحم مئات من المستوطنين بينهم مجموعة من كبر الحخامات المتطرفين منطقة قبر يوسف الواقع إلى الشرق من مدينة نبلس المحتلة وتل بلاط الأثرية الذي يضم أثاراً للمدينة الكنعانية القديمة وأدى المستوطنون صلواتهم التلمودية تحت حراسة مشددة من قبل جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية التي اقتحمت المدينة ومنطقتها الشرقية بشكل مكثف ضمن سلسلة من الاقتحامات المتكررة لهذه المنطقة وبالتزامن مع الاقتحام اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال أسفرت عن العديد من الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين من حالات اختناق وإصابات بالرصاص المغلفي بالمطاط وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء منزل قريب من المكان بعد أن ألقى جنود الاحتلال قنبلة غاز عليه